أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أنه لا صحة لإلزام المواطنين بتسجيل رقم هاتف تابع لشركة محمول بعينها كشرط لتحديث بيانات بطاقات تموين وقام المركز بالتواصل مع وزارة تموين التي شددت على أن عملية تحديث بيانات البطاقة التموينية لا تشترط تسجيل رقم هاتف محمول تابع لشركة بعينها بل تتيح التسجيل لكل أرقام الهواتف التابعة لأي شركة محمول عاملة في مصر الشرط أن يكون رقم الهاتف مسجلا باسم رب الأسرة في البطاقة المراد تحديث بياناتها مشيرة إلى أنه تم مد فترة تسجيل أرقام الهواتف المحمول حتى 30 يونيو 2022